موسيقى استناف الجلسة الاولى في قضية احداث ستاد بورسعيد بعد رفعها اثر فوضى شديدة احدثها المتهمون داخل قفص الاتهام مليئة بالتفاصيل تلك هي جلسة المحاكمة الاولى للمتهمين في احداث بورسعيد الدامية صخب وشغب وهتافات وانسحاب الهيئة المحكمة وغضب من الحضور واحداث اخرى شهدتها الجلسة الاولى التي تستضيفها اكاديمية الشرطة بالقاهرة محمد محمد رشاد محمد علي هيئة جنيا بورسعيد بدأت نظر القضية باتباع الاجراءات المعتادة كاثبات حضور المحبوسين احتياطيا والتأكد من وجودهم داخل قفص الاتهام ثم مواجهتهم بالتهم المنسوبة اليهم ويواجه المتهمون وعددهم ثلاثة وسبعون اتهامات بارتكاب القتل العمد مع صبق الاسرار والترصد المقترم بجنيات القتل والشروع فيه وكان النائب العام وجه للمتهمين استنادا الى تحقيقات النيابة العامة اتهامات بانهم بيات النية وعقد العزمة على قتل بعض جمهور فريق النادي الاهلي انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة امامهم واعدوا لهذا الغرض اسلحة بيضاء مختلفة الانواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وادوات اخرى مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص وتربصوا لهم في استاذ بورسعيد الذي ايقنوا سلفا قدومهم اليها كما استمعت المحكمة الى طالبات محامي الضحايا وممثل الدفاع في القضية التي اثارت غضب الرأي العام بعد ان سالت على ارض استاذ بورسعيد دماء اكثر من سبعين شخصا دون ذنب اقترفوه وكان من المطالب التي طالب بها محام الدفاع تمكنهم من الاطلاع على التحقيقات التي جرت مع المتهمين والحصول على بعض المستندات التي تعينهم في الدفاع عن موكليهم الجلسة وشهدت في بدايتها صخبا من المتهمين الذين رددوا هتفات تندد بالتحقيقات التي جرت معهم وتطالب باعادتها وهما اكبر هيئة المحكمة على تعليق الجلسة لبعض الوقت وتجرى المحاكمة في القاهرة بدلا من بورسعيد لاسباب امنية وتم وضع خطة محكمة للتأمين شارك فيها عناصر من الشرطة والجيش احمد حمدي النيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة